بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بابُ تفسير المُشبَّهات وقال حسان بن أبي سنان رحمه الله ما رأيتُ شيئًا أهوَن من الورع وهو تركُ الشبهات دع ما يريبُك إلى ما لا يريبُك النبي صلى الله عليه وسلم قال دع أو ترك ما يريبُك أي ما تشُكُّ فيه إلى ما لا يريبُك أي إلى ما تطمئن إليه حدَّثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدَّثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عُقبة بن الحارس رضي الله عنه أنَّ امرأةً سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت هذا الرجل وإمرأته فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسَّم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل أن كيف تعاشر هذه المرأة وقد قيل أنها أختك يعني تجنَّب وأترك وقد كانت تحته ابنة أبي وهب التميمي فلما المرأة زعمت أنها أرضعت الرجل وإمرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ويجتنب الشبهات يمكن أنها صادقة ويمكن أنها كاذبة يبهى فأمره أن يفارقها فهكذا إذا وقع الشك ينبغي للمسلم أن يجتنب الشبهات دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص أهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه عتبة بن أبي وقاص قال لي أخيه سعد إن ابن وليدة زمعة ابن وليدة أي ابن أمتي زمعة مني الولد مني فاقبضه خذه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص أخذ ذلك الغلام وقال ابن أخيه قد عهد إلي فيه فقام عبد عبد بن زمعة يعني ابن سيد الجارية فقام عبد بن زمعة فقال أخي هذا الولد أخي من أمتي أبي فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه أي من أمته فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش الولد لسيد الجارية وهو يكون أخه ابن زمعة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش أي لسيد الجارية وللعاهر الحجر وللزاني الخيبة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودى بنت زمعة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجي بي منه يا سودى يا سودى هذا الغلام إذا بلغ لا يراك احتجي بي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد لسيد الجارية لسيد الجارية ومع ذلك أمر لما رأى من شبهه لما رأى من شبهه بعتبة رأى شبه الولد بعتبة فما رآها حتى لقي الله أي ما رأى أم المؤمنين حتى لقي الله فهكذا فهكذا ينبغي الابتعاد عن الشبهات حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن أبي السفر عن الشعب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض أن إذا صاد صيدا بشيء له عرض ليس له حد فقال إذا أصاب بحده فكل إذا أصاب الصيد بحده بالجزء الذي يخرج ويخرج الدم كل إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل أما إذا أصاب الصيد بعرض ليس مكان الحد وقتل فلا تأكل فإنه وقيد أي موقودة الذي قتل بشيء ثقيل قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي أرسل كلبي المعلم وأسمي الله وأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولكن رأيت كلبا آخر مع كلبي لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ هل كلبي هو الذي صاد أو الكلب الآخر قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر وهكذا إذا صارت شبهة على المسلم أن يجترب الشبهات فالبخاري رحمه الله ذكر هذه الأحاديث لبيان اجتناب الشبهات باب ما يتنزه من الشبهات حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون صدق لأكلتها وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي فالتمرة يحتمل أنها من تمر الصدقة ويحتمل أنها سقطت من صاحبها ليست صدقة فصار شبهة فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تحرم عليهم الصدقة فلما صار شبهة ترك التمر لعلها تكون من الصدقة وهكذا يجب اجتناب الشبهات باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيين عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا فيقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت شكي شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة يعني رياحات يجد في الصلاة شيئا هيقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتا يعني صوت الضراط أو يجد ريحا ريح الفساء لا يترك الصلاة حتى يتأكد من انتقاض الوضوء وأما نفس الوسوس لا تقطع الصلاة حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشاب العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوه إذا كان الذي جاء باللحم مسلم ولابد أن يذكر اسم الله على الذبيحة فإذا جاءك باللحم وهو مسلم احمله على السلام سمي الله وكل وأما إذا عرفت أنه لم يذكر اسم الله فلا تأكل باب التجارة في البذ عن القماش وغيره وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إذا جاء وقت الصلاة يترك جميع الأعمال ويصلي وقال قتاد رحمه الله كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله إذا جاء وقت العبادة يؤدون العبادة ولا يتأخرون حدثنا أبو عاصم عن ابن جريد قال أخبرني عمر بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف أن يصرف الدراهب فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أخبرنا البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال حاء وحدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريد أخبرني عمر بن دينار وعمر بن أمو أنهما سمعا أبن من هال يقول سألت البراء بن عازم وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف عن الصرف الدنانير والدراهب وقال سألنا تابعين على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألنا بول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يداً بيد فلا بأس إذا أعطاك دينار ذهب وأطيته صرفه دراهم يداً بيد تأخذ وتعطي فلا بأس وإن كان نسيئاً فلا يصلح أما الذهب حاضر والدراهم غائبة لا أعجو لا بد يداً بيد تأخذ وتعطي صواب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات عدثنا أبو نعيم عدثنا ابن عيين عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئاً عن الرياحات هيقطع الصلاة قال لا حتى يسمع صوتاً أي صوت الضراط أو يجد ريحاً ريح الفتاء حتى يتأكد من انتقاض الوضوء وأما الرياحات لا يلزم منه قطع الصلاة وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح يعني ريح الفساء أو سمعت الصوت صوت الضراط يعني حتى تتأكد من انتقاض الوضوء حدثنا أحمد بن المقدام الهجري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال رسول الله صلى الله عليه سلم سم الله عليه وكله إذا كان الذي جاء باللحم مسلم فيعلم أن ذكر اسم الله عند الذب واجب فجاءك باللحم احمله على السلام أن تسمي الله وكل وأما إذا عرفت أنه لم يذكر اسم الله عند الذب فلا تأخ باب قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهو فضوا إليها حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائد عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل إذا أقبلت من الشامعير عن إبل محمل بالبضايع تحمل طعاما فالتفتوا فالتفتوا إليها أي الناس ذهبوا إلى التجارة حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثنى عشر رجل يوم الجمعة فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق فلا يجوز لمسلم أن يترك الصلاة ويذهب للتجارة باب من لم يبالي من حيث كسب المال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذيب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام علينا أن نتق الله النبي عليه الصلاة والمخبر أنه يأتي على الناس زمان يكسبون المال ولا يبالون حلال أو حرام وهذا خطر ويجب ويجب على المسلم أن يكتسب المال الحلال ويجتنب المال الحرام ويتق الله فاللحم الذي نبت من حرام النار وأولابه نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار فلا تأخذ مال إلا من طريق حلال واجتنب الحرام باب التجارة في البذ يعني القماش وغيره وقوله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أي لا يشغلهم البيع والتجارة إذا حضر وقت العبادة يؤدون العبادة ولا يشغلهم أموالهم عن ذلك فعلى المسلم إذا جاء وقت العبادة أن يترك جميع الشواغل فقال قتاد رحمه الله كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله فإذا جاء وقت العبادة يتركون جميع أعمال ويؤدونا حق الله عز وجل وهذا هو الواجب على المسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريد قال أخبرني عمر بن الدينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف يعني صرف الدنانير والدراهم فسألت فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر قال حاء وحدثني الفضل بن يعقوب حدثني الحجاج بن محمد قال بن جريد أخبرني عمر بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف عن الصرف الدنانير الزهبية والدراهم الفضية فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدًا بيدٍ فلا بأس تصرف الدينار الذهب بالدراهم الفضة إذا كان يدًا بيدٍ يعني تأخذ وتعطي في نفس الوقت فلا بأس وإن كان نسيئًا فلا يصرف إذا كان الذهب موجود والفضة بكر غدًا هذا لا يجوز لا بد أن يكون يدًا بيدٍ تأخذ وتعطي باب الخروج في التجارة عن السفر للتجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ومن ذلك التجارة حدَّثني محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا بن جريد قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولًا فأن عمر رضي الله عنه كان مشغولًا فرجع أبو موسى رجع لما لم يأذن له رجع ففرغ عمر يعني من الشغل فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس هو أبو موسى رضي الله عنه إذنوا له إيه لقد رجع فدعاه عمر دعا أبا موسى فقال كنا نؤمر بذلك أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا استأذننا ولم يؤذن لنا نرجع فقال تأتيني على ذلك بالبينة تحضر شهود أن الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو موسى إلى مجالس الأنصار رضي الله عنهم فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال عمر رضي الله عنه لما قال أبو سعيد نعم الرسول قال أننا إذا استأذننا ولم يؤذن لنا نرجع إذا استأذننا ثلاث مرات قلنا السلام عليكم ثلاث مرات ولم يؤذن لنا نرجع فعند ذلك فقال عمر رضي الله عنه أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج للتجارة عند ذلك عمر ندم أنه كان مشغول بالتجارة لم يحضر لسماع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه باب التجارة في البحر وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلاء وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله أي تسافروا على السفن للتجار والفلك السفن الواحد والجمع سواء الفلك يطلق على الواحد ويطلق على الجمع فالله عز وجل ذكر أن السفر في البحر للتجارة فقال وقال مجاهد رحمه الله تمخر السفن الريح تمخر السفن الريح يعني السفين لما تسير تمخر الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام أي السفن الكبار وقال الليس حدثني جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليس به فالسفر في البحر لحاجة لا بأس به قال الحافظ رحمه الله تمخر بفتح المعجمة أي تشك يقال مخرت السفين إذا شقت الماء بصوت باب وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله وقال قتاد كان القوم رحمه الله كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه حتى يؤدوه إلى الله إذا حضر وقت الصلاة وقت العبادة يتركون جميع الأعمال ويؤدون حق الله عز وجل ولا يجوز تأخير الصلاة والانشغال بالتجارة حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبل تعير يعني إبل محمل أبي البضايع ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس يعني ذهبوا للتجارة إلا اثناء عشر رجلا ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين ولا يجوز ترك العبادة والانشغال بالتجارة باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جريل عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها يعني بشيء قليل لا يؤثر على زوجها فالله تعالى يؤجرها ويؤجر الزوج لأنه هو الذي اكتسب المال ويؤجر الخازن الذي أعانى المرأة بإعطائها ما طلبت من الطعام المرأة تتصدق من طعام بيتها لا بمال زوجها بل بالطعام ولكن بحيث لا يكون شيئا كثيرا فإذا أنفقت الله يعطيها أجرها ويعطي زوجها أجره بما كسب ويعطي الخازن الذي أعطاها الطعام كذلك لأنه عاونها على الخير خدثني يحيي بن جعفر خدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سميت أبا هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره كان شيئا قليلا من الطعام ونحوه بحيث لا يؤثر على مال الزوج فلها نصف الأجر هذا إذا كان بغير إذن أما إذا كان بالإذن فالأجر لها ولزوجها بما كسب باب من أحب البصط في الرزق يعني السعة في الرزق حدثنا محمد بن أبي عقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه من أحب من أحب أن يبسط له في الرزق ويؤخر له في الأجل فليصر رحمه فصلة الأرحام سبب لسعة الرزق والبركة في العمر من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصر رحمه فصلة الأرحام واجبة والأرحام هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم نسأل الله التوفيق باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة يعني بالدين إذا اشترى دينا حدثنا معلّب أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني حدثني الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل يعني الدين ورهنه درعا من حديد وأعطاه رهن وهو درع ما يلبس في الجهاد من حديد جعله رهنا حتى يعطيه قيمة ما أخذ حدثنا حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنها يريد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا الأسباط أبو أبو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنغة يعني وعاء من جل فيه شحم قديم تغير رائحة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لا تسع نسوى صلى الله عليه وسلم كان زاهدا إذا جاءه شيء من المال قسمه ولم يبق شيئا صلى الله عليه وسلم باب كسب الرجل وعمله بيده حدثني إسماعيل بن عبد الله حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار أبو بكر هو الخليفة رضي الله عنه قال لقد علم قومي أبو بكر يقول رضي الله عنه لقد علم قومي أن حرفتي أي عملي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي عن عملي يكفيني وشغلت بأمر المسلمين الآن شغلت بأمر المسلمين خليفة وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه فإمام المسلمين يخدم المسلمين ويحكم بينهم وينظر في أمورهم ويأخذ من بيت المال نفقته مقابل عمله حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم لكانوا يعملون في المذارع ويحملون الأشياء فكان يكون لهم أرواح يعني رائحة رائحة العرق من العمل والتعب فقيل لهم لو اغتسلتم يعني يوم الجمعة حدثهم أن يغتسلوا يوم الجمعة لاجتماع المسلمين حتى لا يتأذى أحد برائحة العرق فالغسل يوم الجمعة مؤكد رواه حمام عن هشام عن نبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون يكتسبون الرزق الحلال في المزارع ويتحملون الحملة وغير ذلك رضي الله عنهم فالعمل لطلب الرزق الحلال مطلوب حدثنا إبراهيم موسى أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده أن يعمل ويأكل بأجهة عمله وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده فينبغي للمسلم أن يعمل ويكتسب الرزق الحلال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همى بن منبه حدثنا أبو هريرة رضي الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده عليه السلام حدثنا يحيى بن أبو كيل حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه يعني أن يأخذ حبلا ويجم حطبا ويبيع خير له من أن يسأل الناس فينبغي للمسلم أن يكتسب الرزق الحلال حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير من العوام فضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبوله يعني فيحتقب ويكتسب ويأكل حجرة عمله خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه باب السهولة والسماحة بالشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف أن يطلبه بطريقة سهلة حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى يعني أن يتعامل بالسهولة والأخلاق الكريمة سمحا إذا باع لا يسب ولا يشتم ولا يصيح بل بالسهولة وإذا اشترى كذلك يشتري بسماحا وإذا اقتضى إذا طلب حقه يطلب بسهولة هكذا المسلم يكون له أخلاق كريمة باب باب من أنظر موسرا يعني صبر على الموسر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيف رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة عليهم السلام روح رجل ممن كان قبلكم فقال لذلك الرجل أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فيتياني أي غلماني أن ينظروا ويتجاوذوا عن الموسر يعني يصبروا على الغني هو غني ولكن أمر غلمانه أن يصبروا عليه قال فتجاوذوا عنه قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله وقال أبو مالك الربعي كنت أُيَسِّر على الموسر يعني قال قال ذلك الرجل كنت أُيَسِّر على الموسر الغني أصبر عليه وأن وأنظر المعسر أما المعسر الفقير أصبر عليه حتى يرزقه الله وتابعه شعبا عن عبد الملك عن ربعي وقال أبو عوان عن عبد الملك عن ربعي أنظر الموسر أي الغني وأتجاوذ عن المعسر أي أسامح المعسر الفقير وقال نعيم بن أبيهن عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوذ عن المعسر فالله سبحانه وتعالى تجاوذ عنه فالذي يتعامل مع الناس معامل حسن ويصبر على الموسر ويسامح المعسر له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى باب من أنظر معسرا أي صبر على الفقير حتى يرزقه الله حدثنا هشام عمار حدثنا يحي بن حمزة حدثنا الزبيد عن الزهر عن عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت كان تاجر يدائن الناس أي أعطي الناس الدين فإذا رأى معسرا قال لفتيانه أي غلمانه تجاوذ عنه لعل الله أن يتجاوذ عنه فتجاوذ الله عنه كان يأمر غلمانه أن يتجاوذ عن المعسر فالله تبارك وتعالى يجاوذ عنه كان مومنا ويتجاوذ عن المعسر باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا أن الصحب السلعة بيّن ما في السلعته عيب أو غيره ولم يكتم العيب ويذكر عن العداء ابن خالد رضي الله عنه قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبزة ولا غائلة قال قتاد رحمه الله الغائلة الزنا والسرقة والإباق أي الفرار وقيل لإبراهيم رحمه الله إن بعض النخاصين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهة شديدة قوله لا داء أي لا عيب ولا خبزة أي مسميا من قوم لهم عهد ولا غائلة أي ولا فجور ولا غائلة يعني هذه السلعة سليمة لا عيبة فيها قال الحافظ إن بعض النخاصين أي الدلالين النخاصين الدلالين الذين يدلون على البضائق قوله يسمي آري قال هو مربط للداب الآري مربط للداب وقيل معلفها والمعنى أن النخاصين الدلالين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلس أي ليخدعوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب أي هذه الداب جئ بها من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب يعني أنهم يكذبون ويدعون أنها قريبة العهد من بلادها فهذا من الخداع الكذب ممنوع لأن المشتري يظن أنها جاءت من تلك البلاد قريبة وهو ليس كذلك فهذا غش فلا يجود قال عقبة بن عامر رضي الله عنه لا يحل الامرين يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره إذا كان في سلعتك عيب يجب أن تخبر بالعيب لا تكتمه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعب عن قتاد عن صالح أبو الخليل عن عبد الله بن الحارث رفع إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما أي العيب وكذب محقت بركة بيعهما ومن كان في سلعته عيب عليه أن يخبر بذلك ومن كان في دراهمه عيب يخبر بذلك فإذا بيّن كل منهما ما في سلعته بارك الله في ذلك البيع ومن كتم وغش يمحق الله البركة من ذلك البيع باب بيع الخلق من التمر خدثنا أبو نعيم خدثنا شيبال عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع يعني نعطى تمر مجموع من أنواع كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلق من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه سلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ماذا التمر نوع واحد اسمه تمر لا يجوذ الصاع بصاع بل صاع بصاع وإن كان هذا التمر جيد وهذا التمر غير جيد وإن كان ما زال تمر بتمر لابد أن يكون الصاع بصاع لا تجوز الزياد إذا ما عجبك بيع تمرك الذي ما تبغى بالدراهم واشتري الجيد قال قال لا صاعين بصاع ولا درهم لأن هذا رب باب ما قيل في اللحام والجزار الذي يبيع اللحم حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا لامش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأنصار رضي الله عنه يكن أبا شعيب فقال لغلام له قصاب قال له غلام يبيع اللحم قصاب أي جزار اجعل لي طعام يكفي خمسة من الناس قال لغلام اجعل لي طعام يكفي خمسة من الناس فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه صلى خمسة يعني أربعة وهو الخامس فإني قد عرفت في وجه الجوع صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجاء معهم رجل أنا زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا إن أنت قلت خمسة هذا زائد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له صلى الله عليه وسلم باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيئ حدثنا بدل ابن المحبر حدثنا شعب عن قتاد قال سمعت أب الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عن النبي صلى الله عليه سلم قال البيعان بالخيار أي البايع والمشتري ما لم يتفرق ما زال في المجلس كل واحد له الخيار أو قال حتى يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما أي العيب وكذب محقت بركة بيعهما فيجب بيان العيب إذا كانت السلع فيها عيب باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا وضاعفا فالربا من الكبائر المهلكة نسأل الله السلامة والعافية حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذيب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة وضيع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن حرام يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرام فلا تأخذ مال إلا إذا كان من حلال واجتنب الحرام فاللحم الذي نبت من حرام النار أولى به اللهم أجرنا من النار ومن حال باب آكل الربا وشاهده وكاتبه أي ملعونون قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آكل الربا يخرج من قبره كالمجنون نسأل الله السلام والعافية حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرمت تجارة في الخمر 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 أم الخبائث نعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومؤتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها لأن الخمر أم الخبائث وكذلك المخدرات وكذلك المخدرات وكذلك المخدرات وكذلك المخدرات وكذلك المخدرات بقول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَذَرُوا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبا عن عون بن أبي جُحيفا قال رأيت أبي رضي الله عنه اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وأكل الربا وموكله ولعن المصور الحجامة علاج إخراج الدم الفاسد والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته الواشمة هي المرأة التي تضع الكحل في اللسة أو في الخد يصير أخضر فهذه العاملة ملعونة والتي تطلب ذلك ملعونة الوشم هو غرز الإبرة في اللسة أو في الخد ووضع الكحل حتى يصير أخضر أو نحو ذلك فهذا محرم لأنه تغيير لخلق الله فالتي تعمل هذا العمل ملعونة والتي تطلب ذلك كذلك وآكل الربا وموكله الذي أكل الربا والذي يعطي الربا ولعن المصور الذي يصور بيده ملعون لعن المصورين باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أذيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة الذي يحلف في البيع والشراء السلعة تمشي ولكن البركة منحق ولا ينبغي لك أن تحلف بالله في التجارة الله يحتاج إلى التعظيم عظم الله لا تحلف بالله إلا في عند الأمور التي يستلزم فيها اليمين لا تحلف بالله في بيعك وشرائك عظم الله جل جلاله الحلف منفقة للسلعة عن البضاعة تمشي الناس يعتمدون على الحلف ولكن البركة منحق لا بركة في ذلك البيع فلا تحلف في بيعك وشرائك اتق الله وعظم الله سبحانه وتعالى باب ما يكره من الحلف في البيع حدثنا عمر بن محمد حدثناه شيم أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنه أن رجلاً أقام السلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم الآية ولا يجوز لك أن تحلف تقول أعطيت كذا كذباً وأنت لم تعطى هذا أسأل مبلغ فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً هيا آلو اشتركوا في القناة